هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة في دعم أمبوبات البوتاجاز مشيرا إلى أن قرار تحريك الأسعار كان صعب لكنه ضروري كما أوضح مدبولي أن دولة تستهلك 280 مليون أمبوبة غاز سنويا وأكيدا دعم الدولة للمواد البترولية أمبوبة البوتاجاز إحنا النهاردة مصر بتنتج أو استهلاكها 280 مليون أمبوبة 280 مليون أمبوبة سنويا تكلفة بتاعت الأمبوبة 340 جنيه إحنا كانت بمية جنيه فبالتالي في 240 جنيه دعم لما حضرتك تضربيهم في 280 مليون أمبوبة حيطلع أكتر من 60 مليار جنيه جنبا إلى جنب مع دعم المواد البترولية جنبا إلى جنب مع الكهرباء وحيتقال الله أنت الكهرباء مش مدعومة أنتوا حطين دعم للكهرباء 2 مليار بس في الموازنة فإيه الأرقام الكبيرة اللي أنت بتقولها لأ في خسائر بتحققها شركات الكهرباء نتيجة لأنها بتحط بسعر أقل من التكلفة الحقيقية بتاعتها ففي النهاية شركة الكهرباء دي ما هي شركة المفروض تضار بمنظور اقتصادي بتيجي على المالية وتقول لها لو سمحت الدوني الخسار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر